خبر اليوم مشاهدينا أكيد أنه كلكم تحبوا حاجة نحن نسابعوا عنا في تونس لقطانيا، الذرة، الكورن، عرانيسة الذرة أكيد أنه عدد من الناس يحبها ولكن معظمنا يتخلص مك الخيوط الرقيقة والليمعة اللي موجودة فيها واللي تنمو عادة بين القشرة وحبة الذرة نفسها وليك تعرف شنية فما سؤال يعني مليوم ما عادش تتخلصوا منها لأنه في موقع الإلكتروني اسمه كليفلاند كلينك في أمريكيا يوضح ويقول أن شعر الذرة أو ما يعرف أيضا بحرير الذرة هذا يتمتع بقيمة غذائية عالية ويساعد في أربع حاجات مهم قيده المحافظة على ساحة الجهاز البولي مقاومة الالتهابات خفض نسبة السكر بالدم وتحسين مستويات الكولستيرون هذة من الأربع حاجات اللي أثبتتهم الدراسات وأظهرت أيضا أن حرير الذرة يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعود بفوائد صحية على جسم الإنسان منها الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك إيه؟ ما كيفش نستعملوها؟ ماذا نفعل بيذي الخيوط سيهلة جدا نجففها، نطحنها ورشها على الطعام وكأنه بهار وستمتع بها لأنه حسب هذه الدراسة يقولوا أنه مفيدة ومفيدة جدا لأجسامه ترجمة نانسي قنقر